موسيقى موسيقى حاجة كويسة جدا لان احنا ما دخلنا الفيلم دوت اصلا كان التارجت دايما ان يعني انا كان حصلت مفوضات معي كتيف في التلات سنين اللي فاتوا وانا بعمل مسلسلات فاكتشفت ان دي سنوعة تانية يعني ان المنتجين بتوع السنما ما بيتأثروش خلص بفكرة انتي نجحة في المسلسلات ولا لا يعني في اسم اكتب تعمل مسلسلات مهمة بس مسلا ما عندهاش ناجحات كبيرة في السنما او كده فكان التارجت بالنسبالي في اول تلات افلام كمان يعني استيل دي الخطة بتاعتي يعني ان الافلام مهم جدا انها تجيب ارادات كبيرة وده حتى في العالم كله بقى موجود لان الناس بقيت طول الوقت السنما تاريخ وكل ده كلام كويس بس هي السنما في الاخر هي صنوعة احنا دعملنا لها صنوعة وفن فهي الفكرة ان فيه فيلم تصرف عليه مبلغ كبير لو مجابش المبلغ الكبير اللي زي كده مثلا الافلام مش هيحصل يعني مش هيتعمل فهم مش هيتعمل افلام زي دي تاني السنما بتشتغل الممثلين بتكسب فلوس المخيجين كل الصنوعة اللي شغالينها الكاميرا رجل اللي بيعلك البوب كورن وانتي دخلت فاجئة على الفيلم الرجل اللي بيعادك بالكشف على الكرسي فده مهم جدا للصناع وده حتى بيبان اوي في اميك يعني انه بقوا مكتب يعمله افلام للبوكس اوفيس بس ان انتي ممكن تشفيه في السنما وبعد خمس سنين انت حيس انك ممكن ما تتفرجيش عليه او كده فانا كان التارجت بالنسبالي في حيوب التاري ان هو يبقى فيلم لشباك التذكر انا حتى انا فكر ان انا اول يوم دخلت لأحمد الساقة كان متوتر كده في الكرافان وعفل حالة بتاعت ان بتبقي بقى الكتابة بتصوريش وكده فتبقي مغدودة شواية فرقيته متوتر كده فبالله انت متوتر لي قال لي قال لي انا حاسنا ناسي كل اللي احنا ذكرناه في البيت ومش فكر حاجة وابتاعه احمد لزيز جدا يعني فبتاعه عمّا بتقلعش ان الفيلم ده هيجيب خمسين مليون جنيه فبصت لي كده لي خمسين مليون جنيه قالوا الله انا هنجيب خمسين مليون جنيه وابتكلم بجده قال لي والله لو جبت خمسين مليون جنيه هتباح لك ايجي قدام محمد حسن وابتاعه هو تباح لحاجة الاعلى فكرة عشان اللحمة عندي في البيت فليسه تبحوا من حوالي بقى تشر يوم او حاجة فاحنا الفيلم دلوقتي يعني وصل الستين كمان حتى كسر الرقم اللي احنا كنا طموحين دي وكده والحمد لله عمل لحالة نجاح كويسة وانا استفدت منه واعتقد كل الناس اللي اشتغلت فيه استفدت منه بشكل كويس يعني